بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات اللي بناتلك يطلبوني التحضيرات رمضان هالتحضيرات هذي اللي غادي نوجد معكم او اللي انا فيتا دايرتها معكم غادي نعطيها لكم يعني بتسلثل بحالش كنديرو التحضيرات دير رمضان هاد الاشياء كتصلح للمرأة الموظفة اللي كتخدم خارج البيت للمرأة اللي كاينة في البيت ولكن صحتها على قد الحال يعني ما تقدرش تبقى فيقى من الصباح تالليل وتعرفوه في رمضان رمكا نعصوش بزاف كتصلح للسيدات اللي بغوا يختموا القرآن اللي بغوا يعني يدخلوا في دورة تكوينية ديال الدين يعني لانه رمضان شهر العبادة سيدات اللي عندهم ولدات صغر سيدات الحاملات سيدات اللي كتردع يعني بزاف الاشياء المرأة راهي ماشي روبو المرأة رحتية كتحتاج للراحة لهذا كين بزاف الاشياء كنحضرها قبل رمضان وكينة اشياء اللي كن بغوا نديروها يوميا بحال مثلا المسمى الملاوي هادو نحضروهم قبل البسطيلات الصغر بزاف الاشياء مو معا نحضروا عليها في هذا الفيديو ولكن كين اشياء كن بغوا نديروها في اليوم ما تنعجنوشي عجينة هكا جديدة يعني نصابوشي حاجة شي شهيوات لانه فالسان كي يكون صايم كي يتشاهه بزاف وكي يحط وكن بغوا نخدموشي حاجة بيدينات ريال ولي ذاتنا لهذا حيدي عليك بزاف الاشياء ودخلي معايا لهذا الفيديو باش ترتاحي وتنظمي وقتك وتكون عندك وقت لكل حاجة وحتى لنفسك انتيا فرقصت من الراحة يلا ندخلوا معايا واني بكم يباتي الغاليات دائما قبل كل شي نشوفوا نديروا واحد الجرد للدار ونشوفوا ما عندنا من المواد وشنو اللي غادي نشروه باش ما تشرووش وتضيعوا بزاف الفلوس في اشياء انتو ما غادي تخسر ليكم بحل الاشياء اللي كتخسر اما الاشياء اللي ما كتخسرش واخن نشروها المهم دخلي شوفي الاشياء اللي غا تستعملي فرمضان وشوفي واش عندك في الدار شوفي قلبه على الجنجل واش عندك على قاعدك الشي اللي غا تستعملي فرمضان واش كين عندك في الدار باش تستعملي الموجود وخاصة تشوفي واش باقي طري واش باقي نقي الاشياء دائما هاد الاشياء هادو نحتفظو بهم في المجمد كل شي يتعلق بالمكسرات بالجنجلان بهاد الزبيب البرقوق ذاك كمرة كنقدروا نخبعو في المجمد حتى سلو ديالكم اه اه يلا ما كتو دارين في العسل راتقدري حطيه في المجمد وتطلعي الوقت اللي بغيتي ذاك شوية باش ما يخسر لك ويقدري يبقى عندك حتى البعض رمضان هدي غير نصايح ويالله هدا با غادي ندخلوه للتطبيقات حيبتي بعد ما عملت جرد في الدار هدا كل عام كنديرها اه كنشوف واش عندي اشياء واش غا تكفيني واش نزيد غر بحل طماطم ليه ماطيشا صوس ديالبيتزا لكنصاب في الدار ماطيشا المرقزة لكنصاب في الدار الربيع وذك شي واش عندي الكمية الكافياني والطون وذك شي الطوني اللي لقيتو غالي كنشريه لكن بحال بحال غا يطلع ليه التامن كنشريه بادي المعلب وكنشوف واش غا نستعمله بزاف واش شوية وهدي لكن غا نستعمله بزاف شري بباطا كبيرة وكنفرقوه كنديره في المجمد مولوش منطول عليكم اه كل شي غا نفصل لكم فيديو ثاني يعني بحلاش كن ندير ذاك شي في المجمد هنا غا نمشي معاكم للتطبيقات هالتطبيقات كما قلت راها ديال عدة ماشي ديال نهار واحد ولا دا راها ديال عدة مرات يعني ماشي كايتصاب هالتشي في نهار واحد ماشي المهم غا نمشو دع هنا كنجيب الربيع كنجيب ماطيشا سيريز كتجي رائعة في الحريرة وفي الكسكسوية البنات وحتى في الصلصات ولكن الصلصات تزيدها اه ماطيشا الأخرى هنا يا حيوتي ج صغيرة طوما تسيغيز كننص لها مزيان كان طبعا كنشريها قبل رمضان كتكون رخيصة يعني كنعلبها في الدار كندير كل معلبة ديال ماطيشا في الدار سواء وغير مواد حافظة سواء السوسات او الحريرات او الكسكسول المقيلات البزرد للاشياء الربيح تاو انا كنجيب المعدنوس وكنجيب الكرافس عرفتوني ما كنديرش لقزبول المهم كننص لهم مزيان كننقي هيك ما في شي حاجة وكننص لها ديك ماطيشا ديالي وكنديرها الطيب في الكوكوت كنديرها كزل ما وكنخليها حتى كطيح كنطحنها هاد الوقت هذي كنكون المعدنوس ديالي انشفتو والكرافس وغادي ندوزو دابا نورريك مش ندير لي هنا حيباتي انا كنشد الربيع كنقطعو المعدنوس والكرافس هناك تشوفو هاد البداية درتغل المعدنوس غادي ندير باقي الكرافس كنشدهم كننشفهم زي من الماء كنقطعوهم شوي بالموس وكنطحرهم في هذه الماكينة وكنفرش لهم ورق الفرن او ورق البلاستيك كندروا في المجميد حتى يتجمدو وكنعاود نطحنهم ولكن هاد الطريقة هذي خاصة تكون بسرعة يعني البنات اللي عندهم الماكينة ديالهم كنطحن مزيان انا رعيت ما نمضيف هدوك المموس ديالا لهذا كنعودوه لكن من الاحسن انا كنعاود نديروهم بجمدين يعني كنطحنهم مزيان بصراحة كيجو كذلك شي زوين وبسرعة هاد العملية تكون بسرعة كنرجعهم الاكياس كنديرها هذيك الكيس كنخليها ما نعمرهاش ما ندكسهاش بززف باش نبقى نحييد القياس ديالي نهرس القياس دي ندير في الحريرات ديالي ماتيشة بعد ما طابت انا كنطحنها باقي سخونة انتوما كل واحد وهو كنطحنها مزيان هنا عندك قشور ماتيشة في المجميه عندك ماتيشة كتشري مخترت ماتيشة كتطيب كتغسليها وكتقسمها وكتلوحها في المجميه جمعيات ديك ماتيشة استغلها في هذا رمضان هذا وقلبها لما تشار خسرة كتلقيها طيب واذا كنخصك تجي بها تغسليها تحيي ديالك انتشي حاجة فيها يخيبو تصوبيها ديالك كنطحنها لقشور ديالك وكتنصف فيها كنركز على نصفيها لابنت ويعليش لانكي طحنتيها وقدرتها في الحريرة بدون ما صفيتيها كتلع لك ذيك القشرة ويفضل يفضل طحنيها بآلة كهربائية لانها الالة اليدوية كتتحيي ديالك بزف ديالك الكشرة أما الكهربائيه كانت تحان ديالك الكشرة تمنع بزف ديالك الكشرة كتتتعطي لاصديل لون الماتيشة والطعم بزف هنا فشك نصفوها كتحيي دك الزريعة كتحيي دك الزريعة كتحيي دك الزريعة لبنات المبتدئات في الزواج راه مطيشة في الحريرة ما كتبغيش الزريعة طيب بها بزريعتها وبقشرها ولكن صفيها على الزريعة في الحريرة ديها هذا ما يخص مطيشة هنا كنحطها تبريد كنمشي كننقل حمص ديها لي كنحكون فرقو شوية كما اشتوه ما تلكم قبل وكنوجدو كان هنا غادي نمشون دوزو دابا كيفاش كنفرق الحريرة ديها لي حبيباتي هنا يا كتشوفوني هاد الحريرة هادي غادي ندركم جوش انواع ديال طريقة تحضيرات ديال رمضان الحريرة للرمضان تقدرو تدروها يومين او ثلاثة قبل رمضان تقدرو تدروها اسوء يعني حسب الوقت ديالكم انا هاد الجزء الاول ديال تحضيرات ديال الحريرة لرمضان غاديش ندير مطيشة معها في الكيس يعني غادي نخلي مطيشة بوحدها وغادي نجمع قاعدو كل مستحضرات كامل ديال الحريرة وغادي نوجدوهم المهم هناي كتشوفوني كان عقم القراعي غادي نصبر هاد مطيشة ليشتوني تحنت كاملة غادي نصبرها وغادي نخليها بدون مواد حفظة عكينا الطريقة كاملة بالتفصيل الممل في القناة إن أجتنا نأخذ الحريرة كاملة ض công الحصولة اضط بص smoحيج ممتخفض خوط المعذن ضمن ب 오�ighty الحjarيا قامر الصدر بدول الدغن ايجيت اعلى الدغن نريد ان تباع مارجان كرافت المعدنوس كيس كيس كندير فيه زلافة ديال الحمص زلافة ديال فول معامراش زلافة ديال الربيع مقطع زلافة ديال البصلة وزلافة معامراش ديال الحيمات يعني تقريبا مئتين جرام ديال الحم الحريرة ديال أسبوع انا هادي طريقتي كندير هاد الأكياس انا هنا يخرج لي أكثر كنخليها لبعد رمضان يعني تعرفوا كنسومهم بعد رمضان ومرات كنتوحشوا الحريرة كنبغوها نديرها يعني تبقى عندي فلمون جميد وخدقى شهرين ثلاث شهر تبقى صالحة كنطيبها وكنفرقها في تلاجة ونبقى كل نهار كندور الحريرة ديالي بالطحين يعني ما كندورها بالطحين يعني ما كندورها بالطحين كل نهار كندوره بالطحين جديد وهذا كندير هاد الأكياس دابه كما كتشوفوا كنجمع فيهم هاد شي كامل كنديرهم كنكتب عليهم الحريرة كنننفح الكيس مجموعة مكتوبة وكل مرة نقوم بإضافة الحريرة وكل مرة ننخرج الحريرة ديالي هذه الطريقة الأولى ديالي كنت ندير هكا دابه سيمشي معكم وفاش نخرج هذا الكيس هذا ونضيره في الطنجرة في الكوكو ديالي كنزيد له التوابل لا بقيت نضيف الزيت كنزيد غير التوابل ومنخطات نضيفه ضيماة عند القزار نضيف مطيشة و صافة المعلبة و المركزة و الى ما كانت عندي او اتقادت لي و ما انتبهت لها ولكن هذا شي غاغ يعني ما يمكنش يعني اكتار هيك تكون عندي في مطيشة نضيف لها ديال السوق المعلبة المركزة ولكن ماشي دائما اكتار هيك نضيف مطيشة راكينا الطريقة نضيف الفلفل و مطيشة راكينا في القناة هنا هذه الحريرة ديالي كنت تشوفوني هذا الكيس هذا اللي كنوريكم فيه الربيع هاداك شاطلية هاداك الربيع و اكتبت عليه حريرة بغير تصورة مجدتكم مقلوبة علاش لي انه فيه الكرافس و شاطلية الربيع و خليته لما بقاش عندي الحمص و ذلك شي و خليته في المجميد من اللي نشري الحمص وهذا هو عندي مواجد الكرافس و المعدنوس هنا حيباتي الطريقة الاخرى اللي وليت كان ندير و نعتمدها و جاءتني سهلة بزاف سهلت عليها بزاف نوجد مطيشة ديالي اللي أسميتو و نعود ننشفها شوية من اللي ما تكون تقيلة هتايا و ننقل الربيع و نقل البصلاة و الحمص و شوية الفول و هنايا انتم تشوفوا جماعة الحي 1200 غرام ديال الحام نص زلافة ديال الفول زلافة ديال الحمص زلافة صغيرة ديال البصلاة مشلدة و زلافة ديال ربيع مابي الكرافس و المعدنوس وزلافة ماطيشة كبيرة من ماطيشة طيبة وطحنة مركزة مركزة ماطيشة ماطيشة حماد مطيشة 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 و نجمع الكيس في كيس و ندخلهم اللوم و جميد هنا كامل هذا الشيدرت خمسة الأكياس خمسة الأسابيع أربعة أسابيع رمضان و أسبوع الخامس هو اللي من وراء رمضان نصومه فيه و نقدر من الخطرات لا نكمله ليس يبقى لها جوج أكياس من وراء رمضان لهذا حبيبتي مرة واحدة ديال 6 يام نفرقها نفرقها في جزء سوبيرات و نفرقها و نفرقها بورسلين نغطيها بسلوفان و ندخلها مبارد و ندخلها مبارد و ندخلها مبارد نهر الثاني نهز القياس و ندخلها في الكوكوت و في كاسرونة أو في حاجة صغيرة و نجعل التفض و ندخلها سوبيرات و ندخلها ندخلها جدا و كنت ذوبيرات نقوم بحريرات هذه النعر نقوم بقياسنا زلافة ونص الوحيد وزليفات على حسب كل واحد نقوم بحريرات نقوم بحريرات نقوم بحريرات نقوم بحريرات نقوم بحريرات نقوم بحريرات نحن نقوم بحريرات والنهاية الاسبوع ثلاثة اخرى ثلاثة اخرى اخرى الحريرات والحريرات الغليات نقوم بحريرات نقوم بحريرات نستعمل الفرماج الحمر او الفرمج المحكوك او كل واحد يسميه بزاف رمضان يعني رمضان كان يحتاجوه ضروري ما تحتاجيه مرة في الأسبوع او مرتين او ثلاثة كان شريك هذه الكورة الكبيرة من مرجان كان من الأسواق الكبرى انا ما كنت ادعي هنا اتشي حاجة كان مشي عندهم يطحنوها لك من الاحسان ما تصدعيش يدك موالو وكيف يفرقوها حتى في الباركيت عندهم انا ما كنت اعرفها قلت لي واحد السيدة اوليت كنديرها كيف يفرقوها لك في الباركيت عندهم او تجيبها انتيا و تديريها اسميتو مرات انا كنجيبها كنحكا في الدار كنت قبل مدى بصافي و كنفرقها هنا و اريد لكم جوج فيديوهات مختلفين من جوج رمضانات واحد الجزء قطعتوه كنخليه هكا على حساب شي حاجة او على حساب بغينا نديره في صاندويتشات او شي كتشوفوه بحلقة جزوين هكا قطع في صاندويتشات ما محكوكش و الاخرى كنفرقها في اكياس و الزبدة كنشي او تانيه كنشي او تشكيلوها دائما دائما كيكون عندي فتلاجة في المجمد الفورماج والزبدة و هاد الاشياء ولكن غادي ننصحكم واحد نصيحة الزبدة و اياكم تخلوها عرينا في المجمد او اا اديروها و اديروها و اديرو فوق من هالحوتة و الجاجة و هادا و يكون يقطر عليها واشهاجة لا الزبدة تكون حساسة و تشم الريحة و تزلكم الريحة بالزفزب و تضيعها الروح تفرقيها و تلفها مزيان في السلوفان و يديك تكون نقية و هادا و ديريها في شي كيس خاص في المجمد و خليها لبنات لكي يستهلكوا الزبدة الحيوانية او المهم يشروها بكمية كبيرة انا كتجيني ارخص باش نشروها بكمية كبيرة كنفرقها بحلاكة و كنجمعها و كنستعملها من غير رمضان يوميا و في رمضان كنستعملها في المخبوزات في العجينة المرقاف بزفد تيبا و شوكولا بزفد الحويش كنستعملها فيه كنجمعها و كنستعملها في المجمد هذي اشياء اللي كتسهل علي و كتكون يعني نديرها قبل رمضان هنا حبيباتي الغليات ندوزول التمر حتى هو من الاشياء اللي كنشروها قبل رمضان لقينا التمر رخيص جيبيه قديه كيفش تقديه كتحيدو ذلك العويدات كتشوف لك معلي شي غبرات ما تغسليش الى القيته جديد وبين مداز في المجمد كمتورة كيتدر في المجمد الى القيته جديد بين جديد غير مسحيه بشي منديل و احيدو له العويدات و فرقه في اكياس الى شدته بمدة طويلة قبل رمضان و دخليه للمجمد و خليه فرقه في اكياس خرجي كيس ديال يومين او ثلاثة و حطيه في شي سوبيرا و بقيه الزمنه صافي؟ يومين ثلاثة قلت هذا بالنسبة للتمر الى كان جديد و شديته بمدة طويلة اما باش تدري في تلاجة تلاجة تقصحه سمعوها البنات المجمد لا يخسر ليه ولا يرجع بحالي لا يشريته اما تلاجة تقصحه 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 تقصحها تقصحها تقصحه 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 اهم حاجه في رمضان mình اه الجيش يفضل شريق قبل رمضان او كل 15 يوم ولكن انا دائما كان شريق قبل الايام العادية وكان قد وكان شرمل وكان قد كشي كامل ديال المهم واللحيمات هذه الحياتي العادية يعني ايامي العادية مثل رمضان ولكن كما قلنا جرد وكان شوفو اشنو خاصنا هاد الفيديو طبعا راكم هاد الحي ما تعدو راديزين في الفيديو انا غير هنا كان نعطيكم تحضيرات ديالرمضان كانت نشد دلدان دكشي الغندير كل حاجة وكان فرقها وكان عرف شنو المينو اللي عندي ديالرمضان عارف شنو عندي تحدي الجيش كنسجل شنو عندي هذا باش ملي بغندير شي حشوان بغندير شي مقيلان بغندير شي طويجين بغندير كيكون عندي الحريرة حيدنا لديالها انا بقضية الايام العادية كنجيبوه قبل كنغسلوه مزيان كنخلوه راقدوه يفضلي لرقدته يدري في تلاجة ايبات او هذا عاد تمشي تجمديه باش يكون شرب ديك العطرية ديالو فاش تخرجيه كتدري في المقيلة ديالك او في الحشوة ديالك او في الطاجين ديالك او في اللي فاش بغيتي وكتخري الكفتة هي من اللي كتشريها كتتتقوريها بسرعة او كتدريها في المجميد تجمد عجميها في كيس واحد دريها في بلاطو او تدريها في كيس واحد هذا بالنسبة للكفتة اللي بغشروها يجمدوها سبحان الله كيس واحد ديالك او في العربية كيس واحد ديالك او تدريها كيس واحد يومين ما تلاش يقدرها وراء كل واحده ظروفه يا لبنات ماشي تجو تقول الله وراء كل واحده ظروفه لهذا بالنسبة للحيمات والاقطيبات وذلك شي كان قاد وذلك شي كامل اللي بغنا قبل رمضان وكان كون طبعا صوبنا واحد الجدول ماشي ندخلوا لانترنت والاقلة اللي شفنا نمشو نديروها لا كين بناتك يحطو لكم حاجات روتينات ديالهم باش تهزوا منهم هكي افكار ولكن لا يعني على اني انا مثلا غادي نمشي نبقى يوميا داخلا ما عارفاش غادي ندير يوم ما عارفاش نو عندي في الدار وواحد اللي بنت دارت شي حاجة خاصة يمشي عاد نمشي نتقدر ونديرها هذي كي لك انو عندي الضياف اما قبل ندخل ونقلب ونبحث ونشوف ونهزل غلسات البغيت ونخلي البعض بحل المخبوزات المعجورة مالك يكون عندي الفرماج وعندي الحشوات وذلك شي وخند خند تفرج والحاجة اللي مكينة اللي دارت هذه اللي بنت وانا ما عنديش نحاول نغيرها بشي حاجة يعني يعني اعطى الله أشياء باش تغيرها بشي ضروري نمشي نشري بميزانية على حسب كل واحد يمكن انا غدير واحد بسطيلة ديال الاداند واحدة غديرها ديال الكروفيت والقلماء والحوت الغالي كل واحده الميزانية ويمكن انا غديرها ديال الحوت الغالي واحدة ما عندهش مسكينة غديرها غير بلاداند وشوية الدجاج وكل واحد الله يحصل لعواند اهم حاجة اخرى كنت احتجاها في رمضان هي كما قلت طماطم قلت اقبل ماطيشا ولكن اكترية الصلصات ديال بيتزا الصلصات كاملة ماطيشا الكونسانتري هذي كل شي تقدر تصوبها فضل مارك كل شي كان في القناة هنا كنعطيكم يعني غير روس اقلام وانتوما غدت دخلوا القناة وغدت تقلبوا كينا ماطيشا ديال كونسانتري كدري في الفلاح امراء طبعا مكات قطرية كدري التلت ديال اقل شوية من التلت وكيبالك كمية تلت على كي nitabel على سبيلة الميزان من سبيلتأب القناة ثوم الاتصعة كيدشاب الاضافةногvere هو الز Lindsay LI both the pot السميل من ماطيشا تم ردد الخبط الدليل وانتر تبقل على حداتة غير مشا Belle المحط سيطح و طحنه جيدا جيدا و طحنه جيدا و طحنه جيدا و صفيه جيدا قشور و زريعة تدري مقيلة أو طنجرة زيتون زعتر و رضا سكر و تشحر و تشحر و تشحر و تنظر و تشحر و تشحر و تنظر تجمدها حسب الكمية كمية كبيرة القرائعة كمية كبيرة اضافة كمية كبيرة قريعة كمية كبيرة اضع لك جوج طوات أو 3 و البيتزات الكبارات اضع لك شربة 5 البيتزات كبارات و هكذا اضع لها عدة طرق مجمي تلاجة 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 تضيف مجمي تلاجة تصوبي كل اسبوع نفس الطريقة سوف يحصل لك من السوق في هذه المواد المضرة هنا حبيباتي نجل المالكة او الامبراطورة رمضان هي البسطيلات او بروات او دينيم او السيجار بالحوت يعني الحوت كان بغوه و كان بغوه الحوت للمقيلات كي لنسان اللي بعيد عليه المارشي وهذا جيبي الحوت الكبير مات غسله دخليه مجمي السردين غسله و قديه و شرمليه و ديريه غير شرمليه دخليه مجميه يتجمد و غير تخرجه خليه تطلق واحد شوية ديريه في الطحين و هذا اللي كان بعيد يعني الضرورة او البنات ديال اوروبا هنا يجبت الحوت ديال بسطيلات صغارات الكروفيت الكوربينة هذا اسميته الكلامار او ازيث و المهم دكشي اللي انا قد الميزانية ديالي غدي ندير بيه بريوات غدي ندير بيه بسطيلات صغار و غدي نصوبهم طريقة ركينا في القناة كاملة هدو من التحضيرات ديالرمضان لانه البسطيلات تشد لديالبنات و خاصة لعندك الضياف و جايك عارضة و خح ندب مع هدلوابا و هادشي ولكن كن بغن فرحو ليداتنا و الاسراء و الاجاكشي واحد كتبغي تتحمري لوجه تحطي بسطيلات او بريوات عامرين و احتى بريوات جايك و احتى بلدان و بالخوضة اعطال الله ما يدار البنات هاتشي كل شي نقدروا نقدره قبل رمضان بالنسبة للبنات اللي كيبغو يخلوا هذا الحوت ديالهم بحل كروفيت و بحل كالامار و بحل كتقد يجيب الحوت كامل ديالك ديالبسطيلات كتقد يجيبه وتقديه و تدخليه المجمد و تفرقيه في اكياس و خليه على حساب النهار اللي تبغي تصوي بسطيلات او تعمري لبغي تتخرجه لحوت ديالك واحد شوية تطلق زيديه التتبيله دياله و زيديه الشعرية و هانتيها عندك بسطيلات جداد ديال هاتك النهار لبنات اللي مكيبغوش ولكن بحل دكشي اللي غيشت لك ليد حتى هو من الحوت اش كندير كندخلو الفران حتى رانكم مكينة طريقة غير بسطيلات تنظيم البيت تدبير المصروف او تسلاق او تسلاق او تسلاق ولكن انا كنفضل فرانك يجي بنين 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 بزاف هاي باتي الغاليات الفيديو جاني فيه ساعة تبارك الله جمعت كل شي التحضيرات فيه في فيديو واحد جاني طويل بزاف سنقسمو لكم على ثلاثة او ربعة الاجزاء المهم سنحاول نقصر فيه باش ميجيكم اجزاء طويلة بزاف باش ميجيكم نحاول غير جوج او ثلاثة الاجزاء المهم سنتسرع شوية وان شاء الله الفيديو جاية غادي تكون وغادي نحضروا تحضيرات اخرى ان شاء الله عن ما قريب بزاف الاشياء جديدة وغادي نشاركها معكم في قناتي تنظيم البيت البير المصروف خدية الصحراوية واني بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة